لا ثابت في تحالفات الأحزاب والميليشيات في العراق لا سيما وإن كانت الغاية كرسية رئاسة الحكومة الإطار التنسقي الذي أعلنت عنه الميليشيات كإطار جامع لها يبدو أن أولى التصدعات بدأت تظهر فيه مع علان تحالف الناصر بزعمة حيدر لعبادي تنصله من الدعوة التي أطلقها الإطار لإعادة الانتخابات وبرر تحالف الإعبادي خطوته هذه بعدم وجود فصيل مسلح يتبع له مؤكدا في الوقت نفسه أن الدعوة التي قدمت إلى المحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج الانتخابات هي من قبل تحالف الفتح وليست باسم الإطار التنسقي نفسه تصريح يؤكد خبراء سياسيون أنه بداية انفراط عقد الميليشيات الذي حاول نوري المالك إحياءه بعد انفراد كل ميليشيا بزعمة لها وطموح تلك الزعامات برئاسة الحكومة استنادا لدعم إيران أولا والسلاح الذي بات يهيمن على الدولة كلها ثانيا إضافة إلى مخاوف شركائهم من طغيان هذا السلاح عليهم على الجانب الآخر يبدو أن تحالفات جديدة بات الصدر يعد لها استنادا إلى ميليشياته والآخر وتياره السياسي الذي لا طالما أراد رئاسة الحكومة ولم يستطع يوما الوصول إليها احتراب على الأبواب إذن هو المشهد المفترض القادم في العراق بين الميليشيات التي خسرت الانتخابات والأخرى التي يفترض أنها ربيحتها في وقت تقول صناديق الاختراع كلاما غير الذي تقوله الأحزاب فنسبة المشاركة لم تتجاوز 12% بحسب ما أكدت تقارير صحفية ونيابية على المستوى الأممي يبدو أن بعثة الأمم المتحدة في العراق ينامي فاشلت مرة أخرى في انتشال بلد آخر من الأزمات التي تهدده حيث دعمت إجراء الانتخابات الأخيرة بقوة رغم التحذيرات من إجرائها تحت تهديد سلاح الميليشيات كما وأعرضت عن الشارع المنطفض هذا الأخير الذي أكد أن لا حل في العراق إلا بإسقاط النظام السياسي ورموزه المتهمة بالفساد وإجراء انتخابات تحت إشراف أممي ودولي وتشكيل حكومة وطنية بعيدا عن التبعية للخارج